موسيقى مجزون بأهم الأخبار أهلا بكم أعلنت شركة دانغاز الإماراتية تعليق العمل في مشروع توسيح حقل كورمور بشكل مؤقت من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الإنتاج وقالت الشركة في بيان أن حكومة قيم كردستان اتخذت كل السبل لتجديد الإجراءات الأمنية منها جلب مزيد من القوات الأمنية لحماية الحقل والمؤسسات وكانت دانغاز الإماراتية قد أعلنت مؤخرا سقوط قذيفة صاروخية في قيم كردستان حيث أسفر الاسهداف عن إصابة اثنين من الموظفين بجروح قفيفة أكدت كتلة الديمقراطية الكردستان البرلمانية أن من يقف خلف هجمات أربيل يريد أن يبعث إلى الشركات العالمية رسائل مفادها أن العراق بيئة طاردة للاستثمار قالت الكتلة في بيان إن مجاميع مشبوهة تقوم بمهاجمة البنى التحتية في كردستان لخلط الأوراق وإبقاء البلاد في حالة من الفوضى واللا استقرار لأنها ترتعب من سيادة القانون وتحتاج على الأزمات بما أشارت إلى أن ملف استهداف الأقليم بصواريخ الكاتيوشة بحاجة إلى تنسيق عميق بين بغداد وأربيل والمجتمع الدولي دعية إلى إيجاد حلول جدرية لسد الفراغات بين القوات الاتحادية والبيشمرقة على الحدود للحد من الهجمات وملاحقة منفذيها أعلنت شركة شلمبرغر الأمريكية لخدمات حقول النفط التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بنفط إقليم كردستان وبحسب وثيقة انطلعت عليها يو تي في فأن الشركة أكدت لوزارة النفط العراقية التزامها بقرار المحكمة الاتحادية والذي تضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي هذا وفي وقت سابق أعلنت شركة بيكرهيوز الأمريكية لخدمات الطاقة التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كردستان دعا زعيم اتلاف النصر حيدر العبادي إلى تدعيم نظرية لا غالب ولا مغلوب خلال المرحلة السياسية المقبلة في العراق وقال العبادي في تغريدة أن ضمان نجاح الحكم يدعو إلى الالتزام بمبادئ لا غالب ولا مغلوب مضيفا أنه إذا ساد ثقافة التغالب والتحاصص والإقصاء وصفقات السياسية فأن الفشل سيتكرر ويترسخ الانهدام وتضيع فرصة إنقاذ النظام وخدمة الشعب قال القياد في الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن مفاوضات القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستنطل خلال اليومين المقبلين الهلالي أوضح في تصريح للوكالة الرسمية أن جميع القوى ستشارك في حوارات تشكيل الحكومة من دون تهميش وإقصاء أي طرف سياسي من جانبه أشار النائب عن كتلة الفتح النيابي رفيق الصالحي لأن قوى الإطار التنسيقي تعمل مع جميع الكتل السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية مع براعات الكتلة الأكبر أعلن طهران السعداد الرياضي مواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السعيد خطيب زادة قال في مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نقل للحكومة الإيرانية لقاطا من السعودية بشأن المحادثات التنائية وفيما لفت إلى أن الحوار بين إيران والسعودية يخدم مصحة جميع المنطقة أكد أن موعد الجولة المقبلة للحوار الإيراني السعودي سيعلن في الأيام المقبلة تهلم جز شكرا للمتالع اشتركوا في القناة